اشتركوا في القناة سواء في الفيسبوك او على اليوتيوب والاستغلال البشع انتع بعض القنوات الفضائية وبعض المشائخ انتع السلطة وبعض الاحزاب انتع السلطة لما يجري وتوظيف ذلك لفائدة المجموعة اللي راح تحكم في البلاد ودخلوا على الخط بطبيعة الحال المخبيرين والمخبيرات وقاعدين يستغلوا في الغباء بعض الناس اللي هما يعارضوا في النظام ويحاولوا على التغيير ولكن للأسف شديد ما عندهمش ثقافة سياسية وما عندهمش معرفة بالأساليب اللي يستخدمها النظام عن طريق المخبيرين وعن طريق الصحفيين وعن طريق الضباط وعن طريق البلطاجية وعن طريق الناس المبعوثين للخرج حبيت نوضح إذن بعض المسائل مع أنه ما عندهش الوقت ولكن الطريق تعلاج البشر نوضح بعض المسائل حتى تكونوا على بيينة من أمركم أولا لازمكم تعرفوا باللي مش أي إنسان يسب النظام أو أي إنسان يدعو إلى إضراب أو يدعو إلى عسيان مدني أو يدعو إلى إسقاط النظام هو راه إنسان معارض كينين بعض الناس اللي راههم هما مع المخابرات ويلعبوا في الرول التالي المعارضة مثل هذاك الإنسان اللي هو يمثل دور مرأة يمثل دور طلاب يمثل دور عسكري يمثل دور بهلوان يمثل دور مهبول يلعب في دور معين كله من أجل تغليط وتظليل الرأي العام هذه الأيام هما راههم يبعثوا في بعض الصور المفبركة يبعثوا في بعض الفيديوات المفبركة يبعثوا فيها من أجل عدة أشياء أولا كين فيه بعض الناس اللي مع الأسف شديد كما قلت ما عندهمش ثقافة سياسية وما عندهمش معرفة بالأسالي بتاع النظام مباشرة لما يشوف صورة والله يشوف فيديو ويبرتاجيه ما عندهمش بالمصدر التاعوني يعين الشي اللي راه رايح يصر وشي هو كين بعض الفيديوات والصور الحقيقية انت تريد تشك فيها لأنك ما عندكش معرفة كين بعض الناس اللي ما يعرفش هو ما معنى الفوتوشوب وما يعرفش ما معنى البارامج هذي اللي راه تستخدم للتحريف انت الصور والفيديوات ما عندهش ثقافة إعلامية ما عندهش ثقافة سياسية ويصير هو اللي يشوف حتى راه وصور يشوف في فيديو والله يشوف في صورة حقيقية ويشك فيها شكون هو اللي فيما بعد هو اللي راه ورايح هو يستفيد من هذا القضية هما هذا الناس اللي راه مما يبثوا في البالا ويبثوا في الشكوك والهدف منهم هما مما يديروا هما هذا المسائل عند شوية هذا الشخص جاء إلى المثدا له الأخبار الكاذبة ولمنغمة الاخبار على المتصار هذا الشخص لا تذهب للمثداق ينتعوا فيما بعده من يراهم راح يخرجوا منتصرين هذه القنوات الفضائية وهذه الصحف اللي راح تخدم كلها لصالح النظام هي راح تستغل في هذا الوضع ومن اجل الايحاء ينشر في بعض المنشورات تنشر فيهم المخابرات تدير فيهم تنشر فيهم على صفحة تنتعي الفيسبوك ويعطيونهم هم المزدقية على اساس انهم مواطنين وعلى اساس انهم كذا راح يقوموا بالدفاع الوطن وكذا 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 نحن نفرق بين الدفاع العصابة ومازالنا ضدها اليوم وغدوة وغير غدوة ومازالنا ضد النظام البارح واليوم وغدوة ولكن في نفس الوقت نحن لسنا ضد الوطن لسنا ضد المصالح انت الشاب لسنا ضد المصالح انت الامة وهذه المسألة ما يسمى بالربيع العربي ماشي الآن رأنا نتحدث فيها تحدثنا فيها لما كان بعض منهم يلعب في الرولة على المعارضة وما حبيناش نمشيوا لأن الصفوف مخترقة لأن الصفوف مشوهة وكنا بعض القنوات اللي ننتقد فيها من بينها هذه القناة المغاربية لأنه مخترقة كنا نتحدث بالصوت وبالصورة كنا نقول لكم باللي هذا الناس اللي راهم جوهما في الصفوف من الضباط المبعوثين الخارج ومن الصحوفيين المبعوثين الخارج هذا اللي يجي هو الآن آنا باش نتبعوا ما نتبعوش نحن نتبعو الناس اللي عندهم مواقف ثابتة كانوا ضد النظام قبل ما يظهر هذا الشهيلي العربي ضد النظام ليس لأنه نظام ضد النظام لأنه نظام ظالم لأنه نظام جائر لأنه نظام فالس لأنه نظام مفلس وهذا الناس هما كانوا متعاونين معاه ما يجيش أنا الآن هو يتصدر لي المعارضة وانا نمشي من وراءه هذا بن فليس كان رئيس حكومة تعبود فليقة وبن بيتور كان رئيس حكومة تعبود فليقة وهذا عبد الرزاق مقري مع الاختلافات ومع بعض الأشياء اللي تحسب له كان نائب في البرلمان وكان من الناس اللي داخلين في هذا التحالف الرئاسي مع النظام هذا سوفيان جلالي كان في وقت من الأوقات لما كانوا النواب اللي انتخبهم الشعب كانوا في المعتقالات تعرقان وكانوا يذبحون ويرمون في الطرقات هو قبل منصب في هذا المجلس الانتقالي اللي داروه إذن كنا احنا عارفين باللي هذ الناس مطعون في المصداقية نتاهم ما كناش نمشي معاهم هذا الناس اللي الآن يحدثون على بوشوارب بوشوارب شكون اللي داروه داروه النظام داروه شكون دارتوا المخابرات المخابرات هي اللي تقبل وترفض الملفات انتع الناس المترشيحين في البرلمان يجيوا ذرك الآن الناس يدعيوا من أنه رهمهم على بالهم بهذه المسائل هما لأنه هما يخدموا بهذا الناس هذا سعدان يشكون اللي داروه دارتوا المخابرات خرجوا الملفات داري لهم ابتزاز داري لهم شونطاش وقاعدين الآن ينشروا في صور بعض المسؤولين أبناء المسؤولين والناس يخدموا معهم يخدموا مع المخابرات باش هما يعودوا فيما بعد يرجعوا للأماكن انتحهم اللي يخسرواها إذن هما الآن رهم يستغلوا في هذه الصفحات التالي فيسبوك كينا صفحات ممولة كينا صفحات مدعومة مباشرة لما يدير واحد صورة والله يدير تعليق والله يدير كذا يلا يطيحوا عليه عندهم رهم جيوش رهم تخدم في هذا الموقع نتعال فيسبوك لأنه عرفوا باللي القنوات والصحف خلاص الشعب خلاص طلقها بالثلاث وعاد هو ما يقدرش يتأثر بها لأنه رهم يشوف حقائق أخرى تنشر في المواقع نتعال التواصل الاجتماعي وفي هذا الموقع اللي يراها تدعم في الصوت وفي الصورة بالتالي هو يروح ينتقي ويروح يشوف الأخبار من جهات واحدة أخرى يظن هم أحبوا يدخلوا في هذه المسألة نحن نفرق بين المطالب المشروع أنتع الشعوب هذه المسألة رنا تحدثنا إليها في وقت سابق والحمد لله الموقف أنتعنا رهم وسجل بالصوت وبالصورة وما حبيناش حنا نمشي وراء بعض الناس لأنه كنا نشوفوا فيهم من أنه رهم يخدموا في جهات ما حبيناش نمشيوا معهم هذه المسألة وما فيها موش لأننا رنا ضد الضد التغيير بالعكس نحن مع الذين ينادونا بالتغيير مش من الآن كنا ننادي بالتغيير ونحن في الجزائر والجهات عن المخابرات يعرفنا بالأسماء انتاعنا ويعرفنا بالعائلة انتاعنا من بداية تعددية ونحن نطالب ونعمل للتغيير ولكن في نفس الوقت ما يجيش أنا واحد يستغبيني في 2017 جربنا الإضراب السلمي شفناه في الجزائر لما كان حتى وعد ما يعرفش هذه المسألة انتاع الإضراب هذه جربناه وشفنا النتائج انتاعوين الدات شفنا المظاهرات شفنا النتائج انتاعوين الدات لذلك ما نقدرش أنا ندعي أبناء الشعب على جلبشهم وما يروحوا كذا وفيما بعد أنا راني قاعد في الظهر التعليل لا لا احنا كنا منذ البداية قبل ما يظهر هذا الشيء العربي كنا ننادي بالمصالحة الحقيقية وما زال في نفس الخط ما حبيناش نمشيه في هذه الأمور لأنه أولا عشت في الجزائر نعرف هذا الإضراب ونعرف المظاهرات ونعرف الاحتجاجات ونعرف الأحزاب ونعرف هذه المسائل ما يجيش واحد يغلطني ومشيت في وقت سابق مع أحمد طلب الإبراهيمي وشفت النتيجة فيما بعد الآن أنا راني يلاجئ في فرنسا عندي الولدين نتوعي توفى وربي يرحمهم ومحمد ساعد عشا وزير عشا وزير عشا مرشح يدي في الملايير ما يجيش واحد يغلطني هذه الأحزاب وهذه الشخصيات كفرت بها ونحوس على مخرج نهائي للأزمة للمصلحة البلاد ما كان حتى حاجة غير البلاد ما ندعم حتى شخص وما ندعم حتى حزب نمشي مع البلاد الإنسان اللي يراه هو يخدم البلاد يدي في يده أما الإنسان اللي يراه يدعم في شخص مهما كان هذا الشخص أو يدعم في مجموعة مهما كانت هذه المجموعة ما نمشيش معاه بوام بار هذه هي المسألة إذن نحن رانا مع التغيير التغيير الحقيقي اللي هو يخرج البلاد من الأزمة تاعها ويخرج البلاد من السيء إلى الأحسن ما نروحش نمشي أنا مع المهابيل ومع المقارين واحد يبع على باله وما يعرف حتى حاجة ويأتي هذا الإنسان أنا راني نتحدثوكم على هذه المسائل علاش راني نتحدث فيها ما نش نتحدث فيها قال راني نحلل راني نتحدث فيها من باب معلومات أنا قرأت البسيكولوجي وقرأت الإعلام ونعرف هذه المسألة نتاع المونتاج ونعرف الصورة المفبركة والصورة الحقيقية ما يجيش واحد يستغبيني ونعرف الأحزاب السياسية ونعرف الشخصيات هذو لأنه كنت في الجزائر نعرف الناس المعارضين كي الناس اللي رأى هو معارض لا أشك في المعارضان تعوي للنظام ولكن هو في مرات يخدم في النظام يخدم فيهم يخرج فيه أوقات للنظام رأى هو يخرج يخدم فيهم يقدم لهم في الخدمات الجليلة ولما ننتقده شخص ولا ننتقده اسمولي أنه رأى نجيبه فيه باللي رأى هو يخدم فيه ولكن في نفس الوقت كي ما قلت لكم نعود نكرر نحن نفرق بين الانتقادان تعنا والمعارضان تعال النظام وبين المصلحان تعالي الشعب كان بعض الصفحات اللي رأى موجودة في الفيسبوك رأى من ناس يدعموا فيهم كان اللي رأى هو ديره ورأى معارض ورأى هو ضد الفساد ولكنه رأى يخدم مع المخابرات يخدم معهم كان اللي رأى هو معارض رأى هو يخدم مع المخابرات كل إنسان رأى الهدف انتعه البرلمان هدف انتعه المنصب والله دعم فلان والله فلتان موش يخدم للمصلحة انتع البلد هذا غير حذره منه رأى هو يدعم فيه فلان لأنه يعرف باللي فلان هذك لما يوصل للسلطة رأى هو رأى يعطله ولا بارتعه كان اللي رأى هو يطمح على جلبه يكون وزير كان اللي رأى هو يطمح على جلبه يكون نائف البرلمان كان اللي يرى ويطمح على جلبه يكون رئيس بلدية ولا قنصل ولا سفير ولا كذا ولا والي حوسوع البلاد والبلاد كامل ده شعار اللي اتخذناه منذ سنوات هو ان الجزائر حررها الجميع واخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع هذا الشعار اللي اتخذناه وما زلنا مؤمنين به ما زلنا مؤمنين بنفس النهج اللي مشيناه اللي هو المصالحة الحقيقية اللي تكون كنتيجة تكون كثقافة نوصل لها لانه لابد من تغيير النظام النظام هذا خلاص فالس وراه المؤسسة كامل رهم خروبة كينين ناس شرفاء رهم موجودين ونحن نتعاون ونتعامل مع هذا الشرفاء من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه ومن اجل علاج الباش نصلحوا لبلد مع بعضنا مع الخيرين والشرفاء من ابناء الوطن ولكن ما يجيوش هذ المفسدين هذ اللي كانوا البارح يدعموا في التصوير ويدعموا في الغش ويدعموا في التظليل انتع الناس ويدعموا في المجازر ويدعموا في القتل ويدعموا في التخريب يجيو يلعبوها الان باللي راههم ناس مصلحين لانه الجزائر هذي ما ينتعى بابا ولا انتعى وسمه واحد من العائل انتعى الجزائر انتعى الجميع ولكن ما تجيش انا تجيني في الصف الاول وتقول لي انا ارواح تبعني ولا نمشي معايا تارك انسان مزور انسان فاسد انسان مجرم انسان كنت البارح تمشي مع المجرمين ومع الخوانة ومع الوسمو واليوم تجي تقول لي انتبلي بعد كما يقولوا خرب ملطة تجي تقول لي ارواحها وعليها البارح لما كنا نقول لكم بللي هذي الناس مجرمين وبللي هذي الناس راح مديين لبلاد الهاوية كنتوا تقولوا والان لما لحقت الهاوية جايين باش تقولوا بللي خلاص لازمكم تفرقوا قبل ما ننشروا فيديو صورة نتأكدوا منها اذا كانت تضحنها مباشرة بللي راهوا الشخص هذا اللي بعثنا الصورة بللي هذي الصورة راهها مفبركة ولا كذا مباشرة احنا راحين نوقفوه ورايحين مباشرة نحذفو الصورة ولا اسموه ونعتذروا للناس حتى باش الناس تخذ الحذر انتاحا يجي واحد هو يدعيك للعسيان المدني ومبعد يقول لكذا هو نشر الفتنة هو راهوا يدعي للعسيان المدني ما لازمش تأمنوا بالخزعب لا تنتاهم ناس مبعوثين ناس راح من الآن قايمين بدور وكين منهم اللي من أجل حماية النظام لا لا يا أخي نحنو مع التغيير ما زني البارح واليوم وغضوة ولكن في نفس الوقت كما يقولوا في البلاد سكرانوا يعرف باب داروا ما جيش أنا واحد يستغلني تحت أي اسم أو تحت أي مسمى لا باسم الدين ولا باسم الديمقراطية ولا باسم الحرية ولا بتحت أي اسم على جلباش أنا نسهم في التخريب بتاع بلادي نحنو مع التغيير مع ذهاب هذا العصاب المجرمة اللي خربت الشعب وخربت الاقتصاد وخربت التربية وخربت المجتمع باختصار ونحوزوا على ناس شرافاء ناس نزهاء ناس أكفاء اللي هما يكونوا في المسؤوليات حتى باش نبنيوا الجزائر مع بعض أما باش يجي واحد أنا يستغني لخدمة عصابة احنا رانا واقفين مع الوطن ما ناش واقفين لحماية العصابة والإنسان اللي يجي يقول كي نشوف أنا مرات بعض الشباب المزطول ما هو فان فيها حتى كما يقولوا الترن ما هو فان فيها لا لا قوش ولا لا دروات ولا القدام ولا الخلف ويجي يكتب لك بعض التعليقات واحد يقول لك شيات ايا مشي راح اغسل وجهك مشي راح شوف راحك في المرآة هذا إذا كنت ما كنتش على بلك ولكن احنا على بنا بللي كيني الناس اللي هما يلعبوا في هذا الرول هما رام يخدموا في المخابرات ويجيوا على جل باش يشوهوا الناس يجي يقول لك بللي هذا كراه وشيات وهذا كراه وكذا كين البرح نسمع في واحد الصعلوك صعلوك وواحد من البلطاجية واحد من الناس اللي يخدموا في المخابرات جي انتاذوك في الفين وسبعتاش دير روحك بللي زعم شغل معارض للنظام نعرف وش كون اللي راه هو معارض تان مجرد بيدق عند هذا الجهاز تان المخابرات مجرد صعلوك مجرد بلطاجي تجي تلعبها بللي راك المعارض قاعد دي نهار وطول وانت تسرق في الصور انت الناس وراها عندنا الأدلة نعرفوكم واحد بواحد قناة هذه انتع المغاربية كنا نتمنوها على جد باش تكون منبر للأحرار وتكون منبر للناس اللي ينوروا شعب الجزائري ويضيقوا الخناق على هذا العصابة للأسف شديد صارت منبر للنصابين والمحتلين منبر للناس اللي راهم يخدموا في هذا النظام ويخدموا في هذا الجهاز مهم الإخوة والأخوات راكم تعرفوا باللي ما را نشمع النظام وما را نشمع هذه المعارضة العميلة هذه المعارضة الجهلة هذه المعارضة اللي راها يتقدم في الخدمات الجليلة للنظام نحن نريد هو انه يكون هناك تغيير ولكن بالناس واعيين ناس عاقلين ناس فاهمين على وش راهم يديروا واحد يجي ما يعرفش ما معنى وش هو الخروج للشارع ويجي يدعي في الناس للخروج لما تخرج النتاء خمم فيما بعد كاين بعض من الناس يقولك يا وجو في الديارك ومو كويده مو كويده قدها تقعد في دارك ما راكش في الاسويس ما راكش في الدانيمارك ما راكش في الاسويات ما راك مع إصابة ما على بينهمش بهك تموت التحرق ما على بينهمش بجدك هاك تشوف أكثر من مئتين ألف قاتل ما على بينهمش هذولو كان يتحرق شعب كامل مع لبنه ولذلك احنا كنا ولازلنا ننادي بعمل جماعي عمل جماعي والناس تخدم للوعي نهار يسير فيه وعي على المستوى الوطني نحاصروا هذه العصابة نحاصروها بالقانون نحاصروها بالشعب ونحاصروها بالجيش ونحاصروها بالشرطة ونحاصروها بكل شي على جل باش ننغموهم ولكن الان للأسف شديد ما عندك معرفة بالإعلام ما عندك ثقافة سياسية ما عندك فهم للأمور ما عندك فهم للأساليب وقاعد تخدم فيهم وديروحك باللي انترك معارض للنظام وديروحك باللي انترك هاكم تشوفوا كل مرة خرجوكم أرجو ها البارح كانوا ناس يدعيه للإضراب كانوا يدعيه للخروج وبعد ما تردقوها ولا هم يلعبوا فيها باللي يكون كوا باللي راه من ناس تأسلم ونسا كذا بس كيو عنيش الخيطاب من داعكم ما وش خيطاب عقلي هاوربي راه يفضحك فيكم كل يوم كين اللي راه مغني وراه يخدم مع النظام كين من اللي راه ممثل وراه يخدم مع النظام كل هم يخدموا مع النظام واحد لعبها لشيئي واحد لعبها سني واحد لعبها ما نيش عارف انها كذا 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 صوفي واحد واحد كذا وهما كل هم يخدموا في مرمطة واحدة كل هم من أجل خدمة هذه العصابة لذلك الإخوة والأخوات خوذوا الحذرين تعكم ليس كل ما يلمعوا ذهبا وتثبتوا وتبينوا وما لازمش تمشيوا مع الوسم وخاصة هذي الناس اللي راه ميكتبوا بليب سودو انتعهم واحد دير صورة انتعه زجار واحد صورة انتعه ممثل تركي واحد كذا هذو يحذروا منهم هذي الاسماء الناس اللي راه ميخدموا بالاسماء انتعهم الحقيقية اسم واللقب انتعه ومعروف بالمدينة انتعه وكذا ومعروف بالمواقف انتعه الثابتة قبل ما يهربن علي هذو اللي ظهروا ذركة كامل شكوا فيهم يقول بلي راهوا ضد النظام يقول بلي راهوا ضد المخابرات كامل هذا ديروا بين قوسين الناس اللي راه ممعروفين بالمواقف انتعهم الثابتة ويحوسوا الى المصلحة انتعه لبلاد عاونهم الناس هذو اللي راه مذركة ظهروا هذو منهم اللي راه هو يحوس يشوه المعارضة منهم اللي راه يخوف في ابناء الشعب احنا لا لا احنا نحاوسوا على مخرج حقيقي للازمة ما ننحاوسوا على انتقام ولا نحاوسوا على تصفية حسابات رانا قلنا ونعاودوا بالله رانا ضد النظام ولكن ما نش ضد الوطن نتعاونوا كامل ان شاء الله من اجل خدمة البلاد ولكن في نفس الوقت هذه العصابة وهذه الناس المفسدين هذو ما لازمش احنا نتبعهم حبيت خدم البلاد رك سرقت والله كنت في وقت من الأوقات مزور والله مظلل والله مكذا ووفقت باللي رك كنت خدم في عصابة وكذا يا أخويا اعلنها للشعب اعتذر من الشعب وبعد قال أنا راني اللي لما يكونوا شرفاء والله يكونوا ناس خدامين البلاد أنا راني معهم على جال باش نساعدهم ساعدهم بالمعلومات نساعدهم بالشيلي على باليبي بالشهادات بكذا بكذا أما باش تجي تصوطيلي من الله قوش الله دروات فاقوا هذه يروح لعبها مع الرقود المهم الإخوة والأخوات كنا ولازلنا ننادي بالمصالح الحقيقية نتمنى إن شاء الله أن ورني أفدتكم من خلال هذا التسجيل القصير تحيتي لكم جميعا والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر